بسم الله الرحمن الرحيم طبعا سعيد جدا وما بصدق نتيجة اي فرصة عشان حاسس ان انا كل مرة على الاقل بمشي وفي بواقي يعني بحيس ان الوجبة ما كملتش لا في نقص حاجة ببقى طبعا تواصل معاكم ببقى سعيب جدا 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 المواضيع ما زالت تقريبا هي اللي شغلاكم وده اللي بيظهر يمكن في تواصلكم معايا بعد الحلقة لكن بامشي ونقص حاجة تجي الحلقة بعدها ابقى فرحين جدا ان هكمل امشي ونقص حاجة ده هي قردت ربنا طب اوكي يا طالعا ان كنت وعدتكم ان لو جات اي فرصة هتكلم عن الازو لان الازو مظلوم والازو لو كان كل الحالات او لو عد في البيت الازو لا لو كان كل الحالات فيها ارقام اللهم ولا همكم ولا يعني احنا مش بنبص الارقام ونعليج ورق الى الازو رقم ورق مهم جدا قبل الجواز اي شابه بستعدي الجواز اي رقم موجود حتى لو رقم واحد واحد حيوم انا واحد عشرة الف مية مليون اقول له اتكل ما عاد الازو اقول لا استنى شوية كل حاجة من دولة ممكن نكلم فيها كلمة او اتنين او نقول ان اختلفها الى الازو وعشان كده يمكن احبيت ان انا عايز نلمي الازو شوية او لو عدم موجود حالات منوية او غياب الحالات المنوية طب ممكن نصلح كم معلومة فرصة فرصة ان احنا نصلح كم معلومة مع بعض رقم واحد لحد دلوقت الناس بتحاول تخلط ما بين الازو او عدم موجود حالات منوية وبين السائل المنوية ما بين المية اللي بينزل من اي راجل او اي شاب بعد الا يعني في نهاية الوضع الجنسي او المعادلة الجنسية كده او المنحنة الجنسي نهايته بينزل سائل السائل ده عبرها نحاكتين مية وجواها ديدان يعني احنا ليه بنقول عليها ديدان لانها هي حيات منوية شابهها بالديدان يبقى فيه السائل زي المي اللي هو السائل اللبني اللبني ليه لانه زي اللبن شوية او زي الحليب شوية جواها حيات منوية السائل شيء والحيات منوية شيء تاني احساسك انت كانسان عادي احساسك واللي بتشوفه انت والزوجة او انت كل اللي هيشوف اللي بيشوف ده هو ده السائل الحيات المنوية ما حدش هيشوفها الا بالتحليل يبقى خلي بالكم النقطة دي لما تيجي تقول له اي حد ده ما عندوش حيات منوية يقولك لا بس ده بيعيشت عايشت اي جنسي طبيعي اه ده حاجة مختلفة ان انا نزل سائل حاجة جوا اي هي دي المشكلة خلي بالكم النقطة دي يبقى لازم نفرق ما بين السائل ذاته ده سائل يطار جواه حيات منوية او دي دان ولا لا هي دي بقى المشكلة السائل بينزل بدون حيات منوية يبقى ده اسمه ازه او عادة موجود حيات منوية عادة موجود النقطة خلاص عند الرجل اسمه ازه صف حيات منوية خلي بالكم انا طب احنا قلنا ان مهم جدا ان يحصل تحييل قبل جواس ويا ريت نبدأ ان هتم بالموضوع ده وهتفرق هتفرق معنا كتير والقادة ده الحالة الوحيدة في الرجالة اللي لازم نحترمها نقف عندها نبدأ نشتغلها لها صح نبدأ كلنا نتحد لصالح الحالة دي ولما الحالة دي تتعب شوية ونقعد ناخد فيها وقت ده العادي ده العادي بتاعها بس نحن فاهمين والاهل فاهمين قبل الجواز او بعد الجواز قبل الجواز في حاجة وبعد جواز في حاجة يعني انا هتكلم على فكرة ايه قبل الجواز بنمشي على مهلنا شوية ويمخطط معاين لما فيش استعجال ما فيش اسرتين في اسرة واحدة بتبقى العصاب اهدى الخطوات محسوبة ومش هقول عليها يعني هتبقى مظبوطة لان دايما الاستعجال هو اللي ما بيظبطش الخطوات الاستعجال اللي بيتوه لكن قبل الجواز لو احنا عرفنا ان الشاب ده آزو او صفر حاجة منوية او مفيش حاجة منوية جوه السائل المنوي او الخاصية مش شغلة لسه هنرجع بقى نقول ايه اللي بيع خلي الموضوع آزو خلي بالكم يعني عشان كده بقلت لكم ممكن الحلقة ممكن نخلص في نصها ممكن نخلصها كلها ممكن ما تكفيش اتكلم عن الآزو حسب ما ربنا هي يصل ان شاء الله قبل الجواز هيبقى لنا خطوات وخطوات يعني هتبقى اعتقد انها اوضح نتيجة احسن وهيبقى الامور هادية ما بين الدكتور ومن الاسرة واحدة ان كان الشاب وبقى في الغالب مفيش بقيت البيت ميعرفش لسه ما تجوز ابوه بس بيجي الواحده بتبقى الامور هادية شوية بعد تجوز الواحدة مختلفة في قسرتين في توطر الام والام كل الناس عرفت ومش عارفين يعني ايه آزو اصلا بل بالعكس بيجي لك في النص كده حد يقولك ايه هو آزو ما تعملين طفل اعنبيب انتو مش هميني الآزو يعني ايه يبقى عشان كده فرصة ان احنا النهاردة ولا قد ايه فرصة ان احنا كل مرة ننقش موضوع الآزو ده ونفكركم بكذا حاجة فيه الآزو عدم وجود حيات منوية يعني الخاصية ما تعملين ما فيش حيات منوية وننازل في السائل المنوي في السائل المية الموجودة دي المية اللبنية الموجودة دي ما فيهاش ديدان او حيات منوية لما نقسمهم كسبابين كبار يقى اما انسداد يقى عدم ايه عدم ايه عدم אל عدم موظيفة شغيلة يعني يعني يقى اما خاصية مسدودة شغيلة ولا مزدودة طريقة مسدود الانتاج ده بيقى مسدود an الطريق بتاعه مسدود انه ما اطلعش حيات منوية من اللي بره الطب السائل بيجي من اين لا السائل بيجي من barley البروساتة والحوصلة اللي حواليا ما بيجيش من جاول خاصية الخاصية تنتج الحياوانات المنوية فقط يعني بالبلد كده بتدي ديدان نشفة حوالات منوية نشفة بتقماشية كزي النمل زي المواماش في الشارع كده لكن السائل اللي كل اللي بتشوف ده كتر قال بقى صنط بقى اثنين بقى خمسة جاي من البروسات والحاصلات اللي حواليها اللي هم في الحوض لكن مش طبعا الخاصية دي كلمة لازم برضو ايه لو اتفهمت الناس تعرف يعني ليه السائل بينزل وإحنا انفاضي يبقى السائل ده جاي من المنطقة دي بتاعة البروسات والحوض لكن الحوالات المنوية الخاصية مش موصلة لانتاج بتاعها ممكن تبقى شغالة شغل كامل جدا بس الطريق مسدود عند البربخ قدام عند الانبيب وممكن حيانا بقى انسليات داخلي في الخاصية او الخاصية شغلها ما بيكملش انتاجها اسمه ديستراكتب او يعني ايه عدم الوظيفة بتاعتها محبطة مش شغالة يعني ايه يعني الحوالات المنوية يا اما بتقف في اي مرحلة من مراحل الانتاج زي اي منتج في مصنع زي اي ثمرة ما بتكملش الحيات المنوية كانت مرحلة 2-3 بتقف عند ايه مرحلة وممكن ماكنش في من الاصل ومن الجدور في خلايا امه تونتج حالة المنوية زي الشجرة الناشفة او زي الشجرة البور زي الارض البور كل دي المفروض نبقى انا عارفين دي كل خلاص الموضوع منتج ولسه ام منظميات بعتالي الـ FTH بتاع بنتها اللي عندها 16 سنة اللي لسه لا خدت منشطات ولا خدت اي حاجة 96 والـ AMH0 خلاص قلت لها ده المبيضين مش موجودين او موجودين وفيهم ضمور يعني ما فيش انتج حالة ما فيش بويضات اصلا طب دي حالة ايه كنا هنتكلم عليها شوية لكن دي حالة انتظار ما يصفر عنه العلم من خلالة جزعية للأنثة بعد كده وموال ان شاء الله ممكن ربنا يصل الامور وقريب يحصل لانه كان في فرصة ان يحصل من 10 سنين وما تمش في أوروبا لأسباب كناسية واسباب كثيرة جدا لكن ممكن يحصل المستبادة ممكن يحصل في اي وقت وقالت لكم ممكن يحصل بعد كده ان الراجل ياخده اي خلية ويسمانه الصين يبقى اذا انا عندي صفر بويضات وعندي صفر حيات منوية صفر بويضات ده مرحلة نهائية لحد دلوقتي ملاش حلول لكن صفر حيات منوية اسبابه كثير انسداد كنا زمان من حد 25 سنة فاتت منها نعمل أشععات على الحبل المنوي أشعب السبغة ونشوف مكان الانسداد ونسلك بالميكروسكوب ونوصل ونحط في النص كده سلكر فائعة جدا عشان ما يففلش تاني موال كبير جدا كان نجاحه وفشله 50-50 احنا من نجاح وفشله اكتر يعني مش اقول 50-50 ممكن انه كنت وقتها زمان لما تشوف حلقات قديمة كنت تقول نتيجة 20%-30% في نجاح توصيل الحبل المنوي لانه رفيع جدا قد الفتلة وعشان توصل حاجة قد الفتلة الفراغ الداخلي جواها لا يورى عشان توصل اي التهف فيها دايقها تاني يبقى الكل اللي عملنا بيتهدف سانية دي كانت عملية التوصيل كانت احيانا تنجح بقرارة ربنا دي كان كل حلمنا زمان الانسداد ان احنا نبحث عن الانسداد دلوقتي على اخر 20 سنة ياريت لو حد بيعمل الاشاعة على الحبل المنوي يعلن عن نفسه لانه بقالي سنين طويلة بسأل كل مركز الاشاعة المشهورة في مصر يا جمال ممكن انا شكلك في انسداد حد يعمل الاشاعة بالسابعة على الحبل انه زي زمان عشان يعرفني في انسداد لا كله يقول لك خلاص ما بقناش نعملها لان الاخصاب المجهر وقفال النبيب اصر طريق يعني بدأ لو ويدنك منين يا جواح بدأ يقول لك يا اخب من الاخر اسحب من الخاصية وقام لنبيب بتاعة البنك باسم الشاب ده والزوج ده ونبدأ نسحب ام بوبة واحدة نعمل منها توقام تلاتة اربعة ويبقى دي كلها موجودة ولو ازنقنا نسحب تاني مالخصية مليانة ده الانسداد اللي كنا زمان بينسلكه يمكن انتم محدش فيكم الاجيال الموجودة محدش لحي ويمكن ده كتر بتير جدا بتوع زكورة وبتوع مسالك من عندهم اربعين دلوقته خمسين سنة تقريبا ما شافوش موضوع التوصيل ده يمكن يسمعو عنه اقروف الكتب من اول اختراع الاخصاب المجهر واطفال النبيب جابت من الاخر وبدأ كله يجري ده في ده سلام اصلا محدش يفكر فيهم ودخلهم على اقصاب المجهر على طول ده من ناحية الانسداد ما فيه ازو مش الانسداد الانسداد ده خلاص فيه بقى على فكرة فيه بعض الشباب بيتولد عدم وجود الحبل المنو الحبل المنو اصلا يعني في عيب خلقي عدم وجود حبل المنو يمين وشمال يبقى الخاصة تشتغل برضو كأنها انسداد ده بالفحص بيبان سحب من الخاصة على طول ويبقى ده مالوش حل اساسا من زمان ما كانش له حل اصلا يعني زمان عدم وجود الحبل المنو ده طبعا لما كان فيه انسداد كنا بنوصل عدم وجود حبل المنو ان انا ابدأ اخذ من الخاصة بايه هجيب انبوبة وابدأ اخذ منها عشان اوصل والكلام ده كله صعب انها كنت اسحب واعمل منه اخصاب اللي هو ترقاح صناعي كان ممكن بس عايز مواد والكلام ده كله وبدو صعب الحال المشكلة طبعا هو ايه توفير ربنا وهي الاختراعات الجديدة بتاعة اطفال النبيب والاخصاب المجهري لكن فيه درجات تانية في الخاصية مش مزدودة سلكة لكن الحات المنوية الخاصية انتجة غير كامل غير كامل داخليا في سبيل انه ما بيوصلش المستوى ان يملى البربخ ويكمل في الانبيب ويوصل للسائل المنوي ويوصل للقاص يبقى الخاصية فيها انتج مش كتير وده بيتستقع احيانا مجرد ان احنا نفتح وندور بنلاقي واحيانا مجرد ان الخاصية تتعمل دوالي مثلا او تاخد شوية تعلاج مضاد اكسادة او لو في اي لقبطة مثلا لقبطة في الـ او في البرولاكتين الخاصية ممكن انتجها هيكمل خاصة حصل كتير جدا بعد اصال الدوالي وبرضو فكرة ان لو جات مرة ان شاء الله جات فرصة تانية هناخد الدوالي بالكامل في حلقة الوحدة ادوقتي احنا ببقى برضو بنقوشها كل ما تيجي فرصة لها بنتكلم عليها فعالة عشان ما تيبقاش الكلام بتاع الدوالي انه بتعمل في كل حلقات لا خاصية ازو والهورمولات معقولة والزوج ما عندوش فرصة انه يعمل اقصاب مجهاري عشان نتايجه وعشان الفلوس اللي معاه لو عملها مرة ممكن اه طبعا هيتقريب 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 كانوا هيبيع اللي وراه القدام هيتصرف هيعمل لمرة مرة تصيب لبلاش بالنسبة لأسهر كتير في مصر فهو دمش دم انها تصيب بعمل يأجل فمن ضمن التأجيل ممكن يعمل دوالي مع ان مراكز كتير جدا وناس كتير جدا في الوقت يقول لك لا تب يعمل دوالي ليه لا بيجيب نتيجة تخيالوا يعني كذا زوج بشكل ده مش كذا كتير ظروفهم بتخليهم يعملوا دوالي بس لانه هو فلوس الدوالي على قدهم دلوقات وبذات لو بتعمل الدوالي تعمل في مكان سعره معقول على قدهم يعملها في مركز في حكومة يعملها في عادة خاصة او في مستشفى خاصة او يعملها برايفت يعني او خاص بس بس بسعر معقول على قده اه في الاول يقولك يتمنى ان تكون هي السبب واحيانا لو كان عنه انتاج ضعيف الانتاج بيتصلح ويزيد وتوصل لمستوى الانتاج بدل الازو يبدأ يدي الاف ويدي ملايين استاذ رمضان الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدالتك بيشتر لتجوز لعنفين وحداتها مم وكان عندي عدد الحيوانات اه بسعرواح مسلا من مليون لثلاثة مليون لخمسشفين مليون مم والحركة اه السف على طول سف اه طب هنا عن ايه بعد عدة اه مشويل لتكاترة اه اتضح ان انا قال لي عنت عندي دوالي من الدرجة ثانية وعملتها جراحة دوالي اه عملت الدوالي جراحة تمام جميل ايه الدوالي واحدة جراحة او مش جراحة يا عملية واحدة على فكرة تمام مش اعملتها عالشوفتين تمام جميل اه طب بعد ما عملت الدوالي المفروض ضمزاركت بعد الادوية اللي انا اخدها منزاركت العال حركة في الحجر لا مش المفروض العشم ولاس المفروض تمام تمام بونان بونان عليه حركة يعني ايه اول تحليل بعد ثلاث شهور عملته والحركة بقيت سبعة سبعة في المية كويس قوي بعد كده بعد شهرين ثاني عملته فحليل رجأت كفر جامسين بتدخن بدخن كتير بشرة بعيدة طيب اه طب نتفق اتفاق اه انت شغلتك ايه الاول انا شغال علاقات عامة مش واقف مش واقف على طول يعني لا لا مش واقف على طول طيب اوكي هننتفق اتفاق اه مبدأي مبدأي كده اه احنا دلوقتي بنتكلم انا وحضرتك اه بصدفة الناس كتير شايفانة اه ربنا عالم باللجوية واللجوك ونيتي خير ونيتي خير انك على الاقل تقلل السجال للنص مش اقولك تلغيها ده رقم واحد رقم اتنين عايزك تستعمل طول ما انت في كل ساعة او ساعتين اه تشغل الشطافة او مية على الخصيطين وبالذات في الحر معاي او سر رمضان اه تاني انت ساكن فين انا ساكن في القايرة طيب اوكي الحاجة المهمة بقى اللي كنا متكلم فيها انا في كنترول ان شاء الله بعد الحلقة تاخد تليفوني من التتصل تاخد تليفوني يبقى احنا رقم هنتفع على حاجتين تقلل السجال على قد ما تقدر وتستعمل المية على الخصيطين على قد ما تقدر بقيت الحاجات لو في اي ادوية هكلمك عليها بعد الحلقة ان شاء الله تحت امرك صدر حضرتك يا دكتور بس انا عايز اعمل مقابلة مع حضرتك وعسنا مع حضرتك عناية بس انا الزوجة عندها كم سنة الزوجة عندها 28 لسا صغيرة طب اوكي انا هشرح الحالة فرصة وفي نفس الوقت هقولك الافضل ايه وكويس يوكلوس صغيرين ان شاء الله عناية لتنين قصد رمضان المفروض ان اول ما بي انا مش عايز اظلم عشان انا جاي وفي نيتي ان شاء يعني في نيتي وربنا سهل وان شاء الله يعني ايه الامور تتم عزي ما اعايز ان انا مش تكلم على اي حد وعلى اي اسلوب باسلوب يداي اي حد انا احيانا بنقض اللي مش عاجبني وحانا بكون صارح شوية مش عايز ابقى صارح مية في المياه النهار اتمنى يعني لكن كان حد يكلمني قبل ما يجي قال لي بنفس الاسلوب بتاع الاصل رمضان قال لي ان انا كل محل اللي في مركز خصوبة يطلع مركز خصوبة يطلع التشاوات عندي مية في المياه احل البلا مركز الخصوبة الا التشاوات عندي مفيش وبرضو انا مش هجيب لكن الكلام ده قلته على مدار سنوات واللي انتبعني واللي اسمعني واللي يرجع لأي حلقات قديمة انا بقولك يا ريت لما كون عايز احلل وطمن على نفسي محللش في مركز خصوبة ليس اتهاما لمركز الخصوبة انا لو عايز اكشف على نفسي مارحش اكشف عند بتوع الشرطة لان بتوع الشرطة بيكشف كشف دقيق جدا عشان يعمل ياخد طلبة الشرطة كشف الشرطة حاجة وكشف ده كشف الجيش اقل لو قاتل مساء كشف اي شركة اقل فبنفس الطريقة المركز الخصوبة لهم اسلوب معين انه بيشك في اي حاجة انه عايز ياخد هو كده عينه واخد على كده اعمل بكده انه انه عايز الحاجة مية 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 واحيلا ما عرفش بقى بسوقني او اللي بحسنين اي هكامل ان شاء الله مدام ما يانم ايو ايوة ايوة اتضالي تمام وربنا عصاني من كلمة الحمد لله تمام اوه بس انا من ايش كان عنده الحلمان المانو ضعيف استكلمة ضعيف دي واسعة اوي 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 يعني ممكن يتقلقوا ضعيف هو سليم انت ليه قلت الحلمان المانو ضعيف ليه ما يكونش البوادات ضعيفة ليه يعني يعني انا اتكلم عن كده فاتفضى فاتفضى مع بعض كده ليه قلت الحياة المانوية ضعيفة انا اقول انا اقول ساعة كنا بنعمل تحليل مرة وكما بيطلح الحلمانات المانوية جمد مفيش نسبة جمدة مفيش نسبة جمدة لكن في كنا بنعمل تحليل مفيش بيبقى سفر ولا بيبقى الاف وملايين بسيطة لا يعني يوم ما كلنا بنعمل الحاج مفيش ثلاث مرات نعمل وارفع مرات نمر واحدة بس اللي نفع فيها تمام لكن بياخدوا يعني الحلمان بنو بياخدوا من الخاصية ولا بياخدوا من الزوق على طول من من برة من الزوق على طول تمام كده طيب انت عندي كم سنة يا مدام انا عندي حاجة وعشرين يعني في العشرينات لسه طيب اوكي هو عمل دوالي يخد علاج اي حاجة لا لما بنسمعهم مع بعض بنزلوا على طول اي يعني صرعة القصف دي مدام موضوع عايزين نتكلم فيه لوحده لكن ده علاج لوحده بعيد عن يعني ممكن لو عارفة لو خدتهم كده منه بكباية بمعلاقة ورميتهم عن حضرتك هتعبالي الكلام ده قلنا علميا كتير وقلنا ان اي اي انت منه عملت اتتاعد عملت تركيز مانا فاحش برس يعني انت عملت هو عمل دوالي عملش دوالي طب اوكي طب برضو اتمنى انا في حاجة غلط عندكم في حاجة غلط اتمنى خذي التليفوني بعد الحلقة اتمنى وياريت وانا الناس مش متأخرين وان شاء الله تابع معي عناه لتنين وانا برضو هقولها وليس منا والله ليس منا اي حد فيكم اي حد يطلع الهو يقول ان انا احركت ومرضتش عليه احيانا اما شغول بقوله اكلمه وقت تاني بس في الاخر باسمعكم بقرأ ورائكم بقرأ رسائلكم وبرد عليكم ومش عايز حد يجين انا برد عليكم انتم مكانكم فياريت تخذ تليفوني موضوعكم عايز زبطة خفيفة عايز زبطة تتعرف يا مدام هاني وكل المدامات يا كل الاسر انا النهاردة قاعد مع اسر بقول لهم احنا مش بنرمع على بعض العيد فين مش مش مشكلة الحالة دي زوج وزوجة مع بعض ما ممكن نفس الزوج ده انا عايز اقول للمرة المليار ان انا شفت الناس عندهم التحليل كذا الف كذا الف هتصدمه انا عايز ياريت حد يبلغ الدكاترة حد يبلغ المعامل ان في ناس عندهم الافات وحصل انجاب ناس عندهم الافات هقول لكم بقى المفاجأة المفاجأة الغريبة ان في ناس بيطلع التحليل صفر بس صفر مرة ومرة شوية يدي انتك بسيط مع الصدفة دي ممكن نحصل انجاب وهو في الاصل بيطلع التحليل ازو معظم المرات لكن حد مع الزوج خلي بالكم تخيلوا لو كلمة دي النهاردة فهمتوا معلش مش لا لا اقصد ان انا عايب فيكم لا كلمة دي استوعبتوها معايا هتفرق معاكم كتير جدا هتفرق يقنكم بنفسكم سيخاتكم بنفسكم الصبر انكم تفهموا يعني اين جاب ويقنكم في ربنا ان في ناس تحليلهم ازو مفيش حيوانات منوية بيطلع في التحليل لكن ده اصلا الخاصية تيجي لها موجات شغل وده اللي اكتشفناه موجات شغل تديه عشان كده انا بدأت اعمل ازاي لما يجي لحد تحليل السفر او ازو ودي علاج اقول له عايزين نعمل تحليل بطرق معينة واتسف المعمل اقول له اعمل طرد مركزي اسمها سنتر طرد مركزي للتحليل مر واثنين وثلاث احتمال يلاقي تعالفين بالبلد كده في 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 الاخل في 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 ارار الوعاء يلاقي حيوانا انا واثنين خمسة احيانا ده مع المعاشرة مرة اثنين ثلاثة في الاسبوع مرتين في الاسبوع مع مراته بالصدفة مش بالصدفة بقى بالصدفة بتاعتنا البشرية بالارادة الالهية ان الخاصة يكون في اليوم ده تنتج كمية كم الف وزوجة تحبل تخيلوا ده بيحصل والكلام ده شفناه فهي فكرة اني مين ضعيف محدش يعرف كلمة مهمة مين ضعيف محدش يعرف فكرة ان انا شايف ما هدي بقى فكرة احنا كدكاترة وبرضه انا مش عايز اتهم حد وابدأ بقى اقول كلام غريب لان انا ما زلت مش عاجبني ان الدكاترة حفظين كلام درسوه في الكلية ومش قادرين ينسوه يا جماعة كلام اللي درسناه في الكليات انسو خلاص الكلام اتغير مليون مرة التجربة اليومية والشغل اليومي اتغير ملايين المرات مفيش حاجة اسمها ابص على ورق واقول لازم 15 مليون وبيجي لحد يقول لي انا سنة 14 مليون نفس الرد اللي بقوله تاب والمية واربعين مليون ما خلفش ليه اللي انا قلته المرة اللي فات الميتين مليون ما خلفش ليه تاب اللي خلف هو مليون ونص نقوله ايه نقوله رجع الطفل تاني اذا من ضعيف ما حد شاف احنا منقول من ضعيف ومش من ضعيف هو الحالة بتقول مدام هاني موجوزها في مشكلة في سرعة الانجاب خدوا قرار معاهم باخصام مجال او بحقن المجال او توقع الصناعي مرة 2-3 معظم الوقت بيفشن نجحت مرة تم انا ممكن نقف هما صغيرين هي في العشرينات 8 سنين جوزوا في العشرينات يعني متجوزة وهي اقل من العشرينات يعني هما لسه دلوقتي في بداية شبابهم اه تم نقف معاهم نشوف ايه اللي مخلل لو كانوا ضعيف فين الارقام الضعف من اين طب وانتي هرموناتك فين طبوضك فين مدام سماح ايو اتضالي وعليكم السفنان معطلوا براكاته يعني كان مجوزا متجوز قبلي وانا كنت متجوز وخلفت زوج الاولان وكنت اطلقته وبدوزت طيب هو كان ميخلك مجوز الاولانية لا هنخلفش طيب تحليله التحليل بتاعته كانت صفر والهرموناتك 36 الهرموناتك 36 تمام عمل اي حاجة في الخاصية ايو عملنا عملية الدوالي وعملنا عملية هو بعملية الدوالي خد لهم عمل 6 3 لا لا معايا سوان يا مدام سمع وهو بعمل الدوالي خدوا عينة خدوا عينة جراحية ولا في مركز خصوبة لا جراحية وخدتوا حللتوا في معمل بعيد يومين 3 صح كده باتت وروحنا برافع عليك اشكرك نعم ورجعنا تاني رحنا في المحل الدكتور حاولنا عشان يزرع له خلايا لها الخصية ضمرة وفا من الزرع الخلايا اللي هي بلازمة من دراعه عارف 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 كلام عارف كلام تمام احسن بسعى الدكتورة بتقول لي مفيش حاجة زرع خلايا من الكلام ده ده كله تمام انت رحتوا مركز خاص ولا جامعة لازهر لا رحنا جامعة لازهر في المحلة بعد الدكتور ما حاولنا يعني تابع جامعة لازهر اه اصلا المركز ده تمام كده لا اقولي للدكتورة ان جامعة لازهر بيعملوا ابحاث ما بين كلية العلوم وجامعة لازهر وكلية الطب وحدة الزكورة في موضوع الخلايا دي في تحت البحث بس انا اقولك نعمل يا حاضر كميلي حضرتك كميلي ماذا ولما احنا عملنا الدكتور قال لنا بعد 4 شهور من تاريخ يعني 23 و 16 ما حل تحليل ما نشوف الدنيا وصل كاي ما جاء بقى الصفر زي ما لا لسه ما عنا عرفش طب هقوللي حاضر هقوللي حاضرك حاج هو طبع انا كنت عايز اسألك سؤال لأ كنت عايز اسألك سؤال انا سؤال صعب اقوله لك انت كنت اقوله لجوزك هو حجم الخاصية يعني يتعدى عقلة الصبع اكبر عقلة الصبع الوقت اي عدت الوقت وقت حلو بقيت كويس تمام كد اه طب هتسأليني ولا اشرحلك بعد كده لما تقفيني عيدة بس اخد الرفان بردو عناية الاثنين عناية الاثنين عناية الاثنين واشرحلك الموضوع وهقولك ايه ايه الموضوع بظفت عناية مدام سماع وبردو يا ليت لما تكلميني في تليفون هقولك هتعمل ان شاء الله عناية بس الوقتي هقول حالي لكم عشان الناس كلها تستفاد من الوضع ده خلي بالكم من نقطة هيمخليفها الحمد لله وهو ده الآزو اللي احنا كنا بدأنا فيه او الصفر خلي بالكم كنا هنتكلم الآزو الصفر بنعمل ايه بنشوف الهرمونات هو 36 انا في ناس كتير جدا ما هدي فكرة الارقام يا جماعة انا برضو مش هنسى انا مرة كان احدى القنوات وجاي اعمل حلقة بالليل قالوا لي الاتصالات مقطوعة هنعمل ايه وانت متعاود على الجمهور والكلام ده ايام ما كنت بقى ايه يعني عندي جمهور كتير و ف قلتهم لا انا مش قلقان انا عايز بس اعملوا عندكم فواصل اتنين قالوا قلتهم خلاص كانت بدأت بالنقطة دي اللي هي فكرة الخضة ان ان لما حد فيكم يتخض وقع منه طبق او مجة او غير يتكسر الدكتور لو مش فاهم وقع منه المريض هيتخض الدكتور هيقع المريض النقطة اي دكتور بيشوف القاذو بتخض بس مش شغلته حتى لو بتاع زكورة حتى لو بتاع معلش جلدية ومش مركز في الانجاب حتى لو بتاع النسا اول ما بتاع كل النسا يشوف القاذو كأن كهربوا اه احنا عارفين حالة حالة عايزة تركيز زي اي سؤال في الامتحان مانا مش كل مهازية بتاع السلام العامة عايز عايز يقفل الامتحان كله واشا كده عايز يقفل كلها لمزاجه الدكتور عايزين يقفلوا كل دا يا ريت عايزين يقفلوا كل مرض اتمنى ان يقفلوا كل مرض ان هو يشوف القاذو يتخض يترعيش كل الدكتور المشكلة بقى انه ما يعمل هرمون زي ترعيش الـ FSH 36 في ناس 36 ورقية الخاصية مليانة مليانة وناس 6 الـ FSH ومالـ H حاومانه واحد هكمل يا مدام سماع سيد محمد ولا مين السيد احمد المتجاوزين بقى لنا كده سنين الحفل حمد 4 مرات بس انتابعي كانت في شهور الغولة بنتين مثلا شهر ونصف شهرين طب ما فكروش يعملوا ربط للزوجة ربط رعونك الرحم لا اوه بيبقى لسه ما ظهرش نبض اوه لسه صغير اوه هم بيربطوا في الثالث فلسه ما يكملش في الثالث طب اوكي انت عندك كم سنة عندك كم سنة 31 والزوجة 22 طيب عملت اي هرمونات لها او سائل منوي لك انا عملت سائل منوي مرتين وكان الحركة كانت فوق 70 تحريما و70% والعادة كان اخر مرة كان 120 طيب لا كويس ما الحركة هي الاساس الحركة طب اوكي عملت اللي هو التفسير الحمد النوعي قال لي ان هو 7 طب الزوجة هرمونات تاني يوم الدورة اخبارها ايه اه واخر ما عملنا اللي اتش كان عالي كان 15 وزي دي اتش كان 6 انا فيه تكايسات وعملنا منزر برافو عليك شاف انت بتلخص عليك حالك كتير جدا 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 طب اقول لي يا استاذ احمد انت بتقول لي ان عملته منزلة انت تقول لي اللي اتش كان كام اللي اتش كان 15 ده تكايس من الدرجة التانية وده مش محتاج منزار ده محتاج رسم عن الحمل انا بقول لك قواعد على فكرة انا بتاع مساله كوزكورة والمفروض بتقول عن النساء لو بيتفرق علينا دلوقتي هيزعله مني جدا وممكن ايفله تلفزيون بس ده حقيقة الافي 6 15 الافي 6 15 الافي 6 6 ده اسمه تكايس درجة تانية وده محتاج رسم عن الحمل لمدة من 3 شهور ل6 شهور واخباري الحليب ايه اللبن هو تلوقتي بدأنا انه بعد الايجاد الاخير كان 15 سبعة بدأت تاخد نص ارش كونسا في تمام كان نص ارش طب اوكي انتو مشين مزبوط طب انا هاش رح الوضع بس او كان فيها دكتور بس تحديل اكسام مدد الغرفية كانت عالي الورد بالصبت شايف والله العظيم تلاتة والله العظيم انتم حالة نموذجية والموضوع بتاعكم من ابسط ما يمكن حالة نموذجية لكل المشاكل انفوضنا بص عليها موضوعك من ابسط ما يمكن اوكي هشرح لك الموضوع بالكامل لان انا كنت حطه نقطة اساسية اتكلم عليها النهاردة وتليفوني معاك وهتمع معاك يا سيد احمد تحت امرك ما تلاتش موضوع بسيط جدا 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 انا من نقطة الحطة والله العظيم لو فيه كاميرا زي بتوع المطبخ اللي بشارك قده اقولك هشوفه الاجهاض حد سألني من حلقتين وما بقى برضو كنت ماشي زعلان على حد سألني عن حرقان البل زوجته وعلى الاجهاض حد سألنا على الاجهاض حد سألنا على الضعف الجنس وولتوها اكمل معاك فكنت ناوي ان انا ابدأ بالاسلة دي عشان بصراحة ماشي متدايق حاسس اني الثقة ما بينها او من الناس قاعدين بيسألونا لازم نجاوبهم فالاجهاض الحالة بقى كل الكلام اللي ممكن اي حد فينا بيخاف عليكم وعايز يقول لكم كلام معقول في الحالة بتاع السيد احمد ومراته يعني ايه اجهاض يعني اجهاض يعني جنين ضعيف وبينزل خلي بالكم وإحنا بنتكلم مع كلمتين في الاجهاض الكلمة الاولى ان لما ينزل اجهاض افرح وإحمد ربنا وصل لشكر لان ده رحمك انت ومراتك واسرتك من جنين كان يبقى في مشكلة كبيرة جدا 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 تشوهات وي ومشاكل كتير لان هو نزل عشان ضعيف ايه السبب ايه ده عجينة الجنين عجينة نصها من الزوج ونصها من الزوجة لما الاسلح ما تكلمني تحليله ظاهريا ارقام حلوة نشوف ارقام الزوجة كلها وحشة تبديه تعني حاجة ابدا تصبيطة خفيفة تخيلوا تصبيطة انت عارفين لما يكون قدامك زرارة عملت زبط كده زبطت خفيف قدامك زرارة عن الصوت والالوان والدرجة زبط الموضوع مش ياخذ منك وقت مش ياخذ من اي دكتور وقت من البداية خالص من اول اجهاض يحصل انها شوف هرمونات الزوجة وتحليل الزوج انا عجبني ارقامي الزوج مثلا ابدأ ابص على تحية الزوج التكايز ده درجة تانية بيتزبط على طول بقرأس من الحمل الكلام مش كلامي ده كلام بتوع تأخر الانجاب اساسة النساء اللي هما شغالين تأخر الانجاب ده كلامهم والله ان اسمعتم منهم وتعلمتم منهم رغب انه مصغر مني سنا لكن طبعا مقامهم كبير عندنا كلنا الحاجة التانية عندها هرمون اللبن عالي الحاجة التالتة التكس اتش وحنا طلعوا برنا بنقول التكس اتش وهرمون اللبن دول اساسيات عند الزوج والزوجة في الحياة كلها هما دول بيخلوا البوايضة طعيفة يبقى العاجينها تبقى طعيفة يبقى تقعة خلال تخيلوا ان المفروض ان ما كانش ما كانش حصل حاملة اصلا لحد ما تتزبط لكن عشان الزوج خصوبته عالية وهي البوايضة عندها ما زالت بحيويته اللي حصل رغم المشاكل دولها حصل حامل بس العاجينة ضعيفة يتزبط الهرمون اللبن يتزبط التكس اتش يتزبط التكيس هتبقى زي الفول يترى حلو منظر هيعمل ايه بي المنظر يا جماعة الحالة دي درجة تانية درجة أولى عرفنا عيلة الفاج درجة تانية رأس من الحمل درجة تالتة المنظر دي احيانا منع الحمل شهرين زي ما شفت بتصلى على طول مع البيت الحاجات ان شاء الله الحمل اللي بعده هيبقى زي الفول احيانا وهذا اللي بيحصل فرصة فرصة انه عبال ما تتزبط الغدة وتتزبط اللبن بتاخد رأس من الحمل هتزبط التكيس رأس من الحمل هتأجل الحمل اصلا الشهر وشانو والثلاثة يبقى مواقف القراس هي الزباط يبقى الحمل يجع على حمل قوي بوايدة قوية يحصل حمل طبيعي زي فوق الطبيعي كمان خلي بالكم اكلم استاذ محمد الو تحت عمرك الحمد لله الحمد لله الحمد لله كان عندي بسؤال بسيط تحت عمرك حدثة كان عندي يعني عدد قليل حين وقت المنوري قليل كام يعني انا الاول بداية خالص كان عندي مليون وده ليل تمام وبقى دلوقتي كام ودلوقتي يعني مع علاج وكده يعني وصل يعني كده حدود يعني 6 مليون طيب وانت عايز اكتر من كده ايه عايز اكتر من كده ايه بس هو كان دكتور يعني امتاب معاه جال المفوض يعني وصل 15 مليون ما احنا قلنا لسه كلمة 15 دي هتتغير قريب هيبقى هيبقى عاشرة وخمسة وكلام ده بقول بقى لقى 15 سنة يعني كان 40 بقى 20 بقى بيلينو معانا شوية شوية وهيوصل ان المليون يخلف والربع مليون يخلف والأي عدد يخلف طيب اوكي الحركة عندك كم في المية والله يا دكتور الحركة ما جليش عليها كم طيب عندك دوالي ولا عملت دوالي لا الحمد لله ما فيش الزوجة تحليلها كام كويس يعني نقول التحليل كزا لان كلمة كويس دي معناها انك لحد قال لك عليها ولا ممكن تكون معاملتش تحليل اصلا لا عملنا دكتور بس الدكتور المتبعين معها لما قال لها كده المدام كويسة وما فيش اي حاجة ده الدكتور اللي هو بتاع النسا اه ده يأتي بالكلام ده برضو يعني من حدود يعني سنتين او ثلاثة عندها كم سنة الزوجة اه عندها 27 وانت انا عندي 31 طيب اه انا حاس ان موضوعكم عايز برضو تثبيتها خفيفة فهبردو هتكلم في الموضوع لان الموضوع لو عادنا نتكلم فيه انا تكلم فيه جدا 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 لكن لو خلصتوا حاجتين عايز وراء الزوجة قبل وراءك واخد تليفوني بعد الحلقة بتبعتلي وراء الزوجة ووراءك ان شاء الله وان شاء الله ربنا اراد خير لكم تلاتنين اه للمرة المليار برضو محدش قال المليون قليل يا استاذ محمد احيانا بنبحث عن حماو منوي واحد عشرة الف مئة الف ربع مليون نص مليون عندك ستة مليون على فكرة يا استاذ محمد ستة مليون في الملة يعني انت لو في الجماع السائل اللي بينزل ده تلاتة اربعة ملة يعني عشرين مليون مثلا محد قدنا عشرين مليون وانحنا محتاجين اللي يدخلوا يشفطوا مئة حماو منوي عشان في الاخر يمهدوا الحماو منوي منهم واحد ويهو اللي يبقى البطل ويخصها بالبويضة يبقى فين القليل ده ده رقم واحد الكلمة اللي بقولوكم بلغوها للمعامل والدكاترة انت عارفين الداني يقولي القاسي والبقريب يقولي البعيد والسامع يقولي الغايب يا جماعة اقولولهم مفيش حاجة اسمها لازم ارقام مفيش حاجة اسمها خمشة مليون مفيش حاجة اسمها خمشة مليون وهقول تانية بتاع المعمل يا دكتور يا اللي بتقوله خمشة مليون طيب وانت لما بيجي لك حد فوق الخمشة مليون بترجعو تلاتين مليون بترجعو ما بتعملوش دوالي ما بتكتبلوش علاج اتحداك ده رقم واحد طيب الزوجة فين كلمة كويسة دي ما احنا لسه بنقول ده مقاييس ده اطباء مقاييس الاطباء في مصر مش هقول تخصص معايا للزوجة حسب مزاج الدكتور دكتور عنده زق يلا متابع التبويض شايف ويضات شايف التحليل مش فاني معا الارقام مش مقتنع بالفكرة انت كويسة احنا بيشوفها بشكلها وبصحة حطة وبجسمها كده انت كويسة وخلاص يا جماعة لا تناسق الهرمونات مهم تناسق المدام بتاع الاستاذ احمد اللي هي بيحصل اجهات الارقام دي هي سر قوة التبويض الـ FSH والـ H والتناغم ما بينه البرولاكتين الـ TSH كل ده هو ده سر قوة البويضة مش حجمها مش مقاسها كل ده كلام فاضي فاذا انا عايز وراء الزوجة وعايز انا متطمن عليك بالستة مليون عايز اعرف الحرقة لان الحرقة ضعيفة فيه عشرين في المية ومخلف انا شوفت الكلام ده لكن الـ FSH مثلا بصدفة كان قلي من عشرين او عشرين والزوجة هرمونات مضبوطة يبقى انت مش عامل دوالة اقولك لا بسمعت منه كلمة كده انه بياخد عليك دوال لما بيكون حد مخلف حد منجب وعنده دوالة مضيئة بدي دوالة عليك لكن حد عايز يخلف الدوالة مالاش عليك محدش قال ابدا ان الشوك اللي هي عليها غير انها تشال المادام مونع مادام مونع أيوت أيها معاك أيا مع حدف لك فضلي تعطي معاك اتفضلي لا انا عايزك علي السوط علي السوط عشان يسمعك كان عندي فتفر بعد اذنك تؤمري تحت عمرك انا عندي 19 سنة تمام وجوزت من 3 سنة وربنا قرارني بلنوة دعاء اول سنة ربنا يخليها نهاية باريس بحضر التركي رب. وآآآ لما عقلنا انا جوزي من السنة عنده يعني تسعة وتسين اربعين سنة. تمام. آآآنا لما عملنا تحليل وفي بساطة وكان جوزي عندي وباسط الحركة. تمام. آآآ وبعدين انا طبعا دفتت بعد السنة طبعا عشان يعني سيني وفتتة لما بلوكت الثامنة وفتتة وثلاثين. فآآ ومحصلش من السنة ومحصلش حمل. آآآ طيب اوكي اقولك بقى اللي تعمل ايه صح اتفاق انا هنتفق رقم واحد لازم الاول الحمدلله ان معاكو بانوتا والحمدلله اولا كلمة ضعف الحركة دي تم انتو خلفتو ليه الحمدلله ده معناه ان فيكو خياني انتو الاتنين ان شاء الله بس تسعة وتلاتين سنة رقم واحد عاز اعرف عندك ايه تعمليه دلوقتي حاجة اسمال مخزون الام اتش ده تعملها العمياني ده انا بطالب انها تعمل اي واحدة قبل جاوز تعمله تحليل مخزون المبيض الام اتفاقنا وده تعمليه على طول فاقرف اريت له بكرة وبعدها على طول هتكلميني يريد ان اعمل تحليل هرمونات ليكي يا مدام مونة معايا ايه ما حضرت طب في اي افرازات في الساديين دلوقتي لا يا دكتور انا خدت برشام اللبن اه لا خلي كلام مهم جدا ده انت بتقولي خدت برشام اللبن خدتي امتى اخدت بعد الصم دي يعني من حوالي سنة سنة لكن بعد كده محدش عصر صدرك مفيش لبن موجود او انت عصرتين انا حاولت بس اه حاولت شوفي بس مفيش اي حاجة طيب اخر دورة الدورة الجاية امتى ان شاء الله يعني انا جاتي الدورة يوم اه واحد سلاتين سبعة دكتور يعني خلاص على الشفى اللي يتبقوا ما تعملش حاجة دلوقتي لما هنعمل تحييل كلها لما اجيلك الدورة خدي تليفوني ولما اجيلك الدورة هنعمل اي ام اتش وتحييل هون راب بالنسبة لك يبقى كده اتطمن عليك وابدى بقى ايه اولا التسعة وثلاثين سنة لازم اكون واضح واقول لا انت في سن ممكن الاقيك زي ما شفت واحدة اتنين واربعين والمخزون عندها يساوي بنت عندها عشرين سنة فلازم الاول عملك المخزون وعمل تحييله واتطمن عليك قبل ما فكر عمل تحييلة الزوج وابدى بقى نزبط لتنمى بعد ما تلاقيش خالص في نقطة ان اللبن احيانا مضطر ندي العلاج ما وقفش العلاج حتى لو بجرعة بسيطة لحد ما احصل الحمل ما تلاقيش ان شاء الله لما اجيلك الدورة كلمين يا مدام مونة مهمة اوي 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 ان الدكتور يبقى الحالة الحالة بتاعت مدام مونة سنها كام يا طارق ابدأ اقول التسعة وتلاتين دي حاجة تقلق في الواقع تقلق لكن احيانا بتيجي مطمئنة جدا لما نعمل مخزون مخزون حلو معقول يعني وبيبقى ايه المشكلة عنتي شوية حاجات تتزبط موحصة الانجاب قبل كده ممكن معلش انا اسف ما سألتهاش ولد القيسر ولا عادي لان دي مهم جدا عشان هنحتاج ايه بعد كافي الانبيب في السنة ده لكن مرة واحدة ولادة حتى لو قيصري تقريبا ان شاء الله تطلعت سليمة هيبقى الفكرة كلها دايما هتبقى اللي حصل حمل وحصل تأخير بعده وقلنا معظمه بيبقى سبب دوالي ولبن ده معظم من حالات بتبقى دوالي ولبن في حالات تانية بيبقى حاجات تانية اه في ايه انابيب السادت في مشكلة تانية عند الزوج في مش عارف ايه كلام كتير جدا لكن معظمه تسعين في المائة فيما فوق دوالي ولبن وممكن يجوا الاتنين بالزقة ان الدوالي لو الزبط والزوج خد شوية زقة من غير عملية دوالي ممكن اه لكن مش معناها انها مشكلة كبيرة وبذات ان حصل الحمل ورغم سنها ده وانها متجاوزة مثلا سلعة وثلاثين سنة متجاوزة فوق الستة وثلاثين وحصل الحمل اه ومش كويس ده معناها انها انها ممكن يحصل انها قريبة من الحمل فكرة الامتش لا لازم اعمل حسابي اه تقريبا هيطلع معقول بس لا مااخدش بتقريبا دايما مااخدش بالتوقع لازم ااخد بالامر الواقع وبالخطوات الصحة ان احنا نعمل اامتش ونعمل معاه بقيت تحليلها طب بالمرة بقى بسرعة عايز ارد على كام سؤال عزيزا ما قلت الاجهاضي اتكلمت عليه اه الضعف الجنسي اه ممكن انا كنت اه حد سألني وقلتوا لا الموضوع بسيط جدا من شوية منش الادوية الحديثة والادوية الحديثة ما زلت بقول انها سحر بس سحر وروعة لما تستعمل صح يعني انا بمازال بيجيلي ناس يقول لي انا خدت نصر ارس ما مش عارف اشوف نتيجة رح تواخد كمان نصر ارس وروح تجاب كمان ارس مش عارف ايه وروح تجاب لا يا جماعة في الاعلاج الضعف الجنسي بسيط بسيط احيانا معظمكم بيفضل يروح للواقف في سيدلية مش بقول سيدلية لا اي حد واقف في سيدلية ويقول له في ودنه وياخد افضل من يروح ياده مكسوف هو مش بخيل لكن مكسوف ان هو يتقال عليه انه بيتعالج يمكن انا برضه نسيت اتكلم على الآزو ان الآزو احيانا بياخدها على انها على كرمته ان انا ادام انا آزو يبقى انا رجلت نقصة يا جماعة لسه نقيل لحد نقص من رجلتك ده حاجة رجلتك كاملة مفيش راجل رجلتو نقصة لكن الآزو غصبين عنك ان كانك اتولدت بكلام فلتر اللي هي ملتلازمة هنتكلم عليها ان شاء الله لو جات فرصة تانية حلقة تانية ان كانك الخاصية اتولدت بها فيها ايه بخلقي فيها انسداد مفيش حبل منوي الخاصية مش شغالة كويس كل ده انت ملكش يد فيه حاجة ما تكسفش مش حارف في كلمة تانا قلتها بسا مش هقولها دلوقتي عشان ايه ما اختمش بحاجة ممكن تضايقوا مني ولا حاجة ان هو يعني مش عارف يعني ممكن يقبل ايه يقبل ايه اللي ما بين قصير مش عايز اقولها لكن ما يقبلش ان يتقال ايه قازه او رجلته نقصة يعني ما والمهم جدا في موضوع ان هو احيانا يحس ان رجلته نقصة ويجيره ضعف جنس كذلك ان هو يروح سيدلية ويروح مش يروح لأي حد يوقف في سيدلية حتى لو بيبقى معهم اعدادية وضبنوا التجارة ومسيطرين على سيدلات مصر كلها وربنا ياثر والامور اللي كلها تتحل وياخد يقول له في ودنه كده وياخد الراس بجهل رائب جدا وباسلوب غريب جدا لكن ما يروحش لطبيب لكن ان اي حد يتحرم من علاج المشاكل الجنسية لا والزوجة لقيت لسرعة القصف يا جماعة عايزين نتكلم والتليفون معاكم ما حدش يهمل سرعة القصف لانها صعبة جدا على الزوجة صعبة جدا على الزوج هي ملاحش داخل بالانجاب لكن سرعة القصف بداية الزوجة وبداية الزوجة علاجة بسيط بسيط جدا 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 ويلاقي حد مثلا جاي يكشف على ابنه او علاقي تباول اراضي مثلا والابن خد اتن خد يعني مثلا حالة سريعة بالنسبالي فالابن يخرج يقول لي ايه تب ما تديني حاجة سرعة القصف ايه جماعة هي الامور يعني ايه وانا هديك مثلا شوية سكر زيادة هزود لك شوية زيت يا جماعة لا سرعة القصف لا علاج وما تتخذش كده من السيدالية برضو برشامة لا لا علاج وبتتعالج حلو جدا وبنتيجة حلوة جدا لو اتخذت بالراحة مع حد يفاهم يعني اخر حاجة هتكلم عليها هي موضوع الام الحوض و الام البول كان حد يسألني اللي قالني مراتي عندها الام في البول اولا احنا قلنا ان اللي بيحصل في الحوض عند الرجل والست احتقان وليس التهاب صديدي ويا ريت من نسيب المضادات الحيوة ده احتقان البول طبيعته كاوي البول من طبيعته يكوي يكوي الحتة الملتهبة فالبول لما يجي على حوض محتقن بيكوي يعمل حرقان يبقى مش محتاج فورات مش محتاج مضادات مهم الزوج الراجل محتاج تحليل البول الست مجرد صنار لكن التحليل البول عند الستات اتكلمه عليه انه يا ريت لأ ولو طريقة معينة مش اي واحدة تروح تعمل تحليل البول لما تروح تعمل يطلب لك تحليل البول امشي ما تعمليش الاحتقان ده علاجه بسيط مش فور في حاجة لقيتها كمان في الشعب المصري ان لما بيجي له حرقان في البول بيخاف يشرب لأ انت لازم تشرب ماه كتير لما بيجي لك حرقان في المدخل في الفم بتشرب ماه كتير طبعا ما بيجي لك حرقان في المخرج يشرب ماه كتير البول يبقى مخفف مش هيكويك لحد ما الاحتقان يخاف اي احتقان بيخف بالعلاج اللي هو اسمه علاج المدادات للتهاب اللي هي بتعالج روماتيزمات زي العائلات كلها الموجودة اللي هي مش مسكنات اصلا هي علاج مداد للتهاب نفس الحاجات اللي هاجلنا فورس نتكلم على علامة الحضو البول بتفصيل نتكلم على الضعف على الآزو يعني انا كنت سعيد بكم جدا بمواضعكم باتصالاتكم والتليفونات موجودة اللي علا وعسنا نقدر نخدمكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة